دكتور عادل الأول كلمنا على البطولة بشكل عام البطولة مهمة بطولة بننظمها لأول مرة إنجاز عظيم وكبير جدا لمنتخبنا الوقت كان ممكن يبقى أكبر كمان لولة زي ما قلت التوفيق يعني مش أكثر من كده احنا وصلنا لآخر مرحلة في المباراة النهاية مع المنتخب البرزيل بشكل عام رأيك ايه في البطولة؟ البطولة طبعا بفضل الله البطولة نجحة بكل المقيس أنا هتكلم في الأول كعدو مجلس دارة التحاد لما تكل إلينا أو أسند إلينا بطولة العالم للكراسي متحركة بتكليف من الاتحاد الدولي لكرة اليد طبعا التكليف هو تكليف وفي نفس الوقت تحدي عشان أعمل بطولة لكاس العالم الأولى لكاس العالم الكراسي متحركة لكرة اليد وأنا ما عنديش فريق أصلي خلص الفريق تكون قبل البطولة تقريبا بشهرين 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 وصلنا الفائدة وكنا ناخد البطولة كمان وكنا قابق أو سين أو أدنى من نحن نحقق البطولة لكن التحدي زي ما أنت حدثك أنا بعمل بطولة عندي في مصر وفي نفس الوقت ما عنديش فريق تيجي إزاي؟ لا منظوم التحاد كرة اليد ما عندهاش مستحيل وفكرنا وكان في مراحل لإيجاد الفريق ده بالصورة الحالية الأول إن احنا ما عندناش فريق طيب الكرة اليد للكراسي لها جناحية الجناح الأول لاعب قاعد على كرسي الجناح الثاني لاعب كرة يد ما عنديش أصلا اللعبة دي بتلاعب فيه اللجنة البراليمبي فتوجهنا كله للعيبة اللي قاعد على الكراسي اللعبة اللي قاعد على الكراسي كتير بيلعبوا رمح بيلعبوا جلة بيلعبوا كرة سلة بيلعبوا تنس طولة كل دول موجودين على الكراسي في البراليمبي لكن مفيش هند بول بدأنا نجمع اللعيبة اللي هما عندهم زاوة احتاجات خاصة بدرجات مختلفة من الأعاقة جمعنا حوالي فوق الثمانين أو تسعين لاعب في المركز اللي هم في المعاتي وحاولنا نعمله مختبرات عشان يعودوا على الكراسي ويتحركوا لقينا من التمانين أو تقريبا التسعين لاعب اتنين لاعبة فقط ممكن نأهلهم يبقى هندوق يا خبر طبعا عندي فريق عايز بكون فريق طبعا فاتجهنا لكرة السلة كرة السلة هما قريدي بيتحركوا على الكراسي فمشكلة الحركة على الكراسي تكاد تكون معدوبة بالنسبة لهم لهم هما بيتحركوا عليه وبيلعبوا عليه ويجروا وفي نفس الوقت بيتباروا مباراتهم ودورشا غايا فالمشكلة دي مش موجودة عندهم خلص عندهم الميسة الاولى لكن ما عندهمش التكنيك بتاع كورتليال ودي مشكلة اكبر واجهتنا فبدأنا ان احنا نكسف جهدنا في اختيار اللاعبين اخترنا العناصر كان عددهم كبير في الاول قلصنا العدد بعد ما قلصنا العدد ومسكنا القوامل الاساسي لهيكل فريق بدأنا نعمل معسكراتنا المغلقة اللي استمرت تقريبا حوالي اربعين يوم مغلق دي انت حلالك دلوقتي انا يبدو اكاينك بتتكلم بشكل مختصر جدا بس انا بين الصدور متخيل حجم المعاناة والصعوبة جدا جدا تم تكليفي من قبل اعضاء مجلس دار الزملاء في مجلس دار التحدي ان انا هبقى المشرف عليه وده من هنا بدأنا التحدي بقى في ان احنا نشتغل وظهرنا بصفرة الحمد لله انا هبقى المشرفة